في محاولة لكشف عن السبب الرئيسي في انتشار فيروس كورونا حول العالم بهذه السرعة اتهمت بعض الدول الصين لإخفائها معلومات مهمة في بداية انتشار الوباء وأنها تأخرت في الإبلاغ عنه وعن مدى خطورته وفي مقابلة صحفية مع Financial Times قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكران إن الصين لديها فجوات في إدارة أزمة كورونا وهناك أشياء حدثت ولا نعرفها مضيفا أن البلاد التي تضمن حرية المعلومات والتعبير تكون إدارة الأزمة فيها أكثر شفافية وتغضع للنقاش ومن جانبها توعدت بريطانيا بتوجيه أسئلة صعبة للصين بعد انتهاء الجائحة على السبل التي كانت من الممكن أن تمنع انتشار الفيروس معلنة أن العلاقات بين البلدين لن تكون على ما كانت عليه وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الدول العضاء في مجموعة السابعة تدرك أن الصين مارست حملة تضليل متعمدة فيما يتصل بكورونا هذا ونفط الصين كل هذه الاتهامات مشيرة إلى غياب أي آدلة لدى الجانب الأمريكي فيما أشهدت منظمة الصحة العالمية بصورة متكررة بشفافية السلطات الصينية في التعامل مع انتشار فيروس كورونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة